مادة الرسم الفني هتكون مستمرة معك وهي تعتبر العصب بتاع يعني مواد الزخرفة او قسم الزخرفة كتير من الطلبة بتسألني بتقولي انا ممكن اكون بعرف اكبر كويس وبعرف ارسم كويس بس ما بعرفش اختار الوان يعني انا ممكن ارسم واجي ابوز الرسمة بتاعتي بالالوان لان ما بختارش صح يمكن احنا عملنا حلقة وتكلمنا فيها عن كيفية اختيار الالوان وكيفية تطبيق الالوان مسكتك للفرشة بتكون ازاي وكيفية تدريج الالوان بيكون ازاي النهاردة الحلقة بتاعتنا هتكمل الحلقة اللي فاتت وحنتكلم النهاردة برضو عن كيفية التطبيق اللوني احنا النهاردة بقى هنتكلم بشكل عملي وحنطبق مع بعض رسمة من الالف للياء ونشوف كيفية التعامل مع هذه المادة بيتم ازاي طبعا انا يمكن قبل كده قلت ان احنا بالنسبة لسنة تانية معظم الموضوعات اللي بتبقى مقررة علينا حاجات لا يقيمة لها علاقة بالبحر اللي هي كائنات بحرية زي الاسماك او حاجات لها علاقة بالفراشات يعني معظم منهجنا رايح في اطار يا اما نرسم اسماك او نرسم فراشات فانا النهاردة اخترت لكم رسمة اللي هي عبارة عن رسمة اسماك هتبقى قدامكم على الشاشة دلوقتي حالا وطبعا الموضوع بتاعنا هي الرسمة طبعا هي دي زي ما انتم شايفينها كده على الشاشة ما عرفش يا واضحة ولا لا طبعا الرسمة اللي انت شايفينها دي دي رسمة بسيطة جدا شايفين الالوان بتاعتها اعتقد انها يعني هادية وبسيطة ومتنسقة مع بعضها طب انا ازاي اقدر ارسم الرسمة دي ده موضوع حلقتنا النهاردة هل فكرة التلوين بتعتمد على اختيارات الوان كتيرة يعني هل انا مثلا عشان احسن الرسمة احط درجات لونية كتيرة او الوان كتيرة طبعا الموضوع مش كده خالص هو الفكرة كلها انك انت تختار صح يعني انت انتقل الوان المناسبة اللي هي تقدر تحقق لك الموضوع وتكون قريبة برضو من الموضوع مش بعيدة عنه عشان تقدر في النهاية تريح عين اللي بيشوف الرسمة يعني الرسمة مش بكترة الالوان ولا بكترة التدرجات ولا كتر الدرجات اللونية لا خالص انا اهم حاجة عندي ان انا استخدم اللون صح واختار اللون صح واطبقه صح هتطلع الرسمة بتاعتك سهلة وجميلة وظريفة ويتحقق فيها كل الشروط ونقدر نقرب قوي من الدرجة اللي احنا دايما انا عندي مبدأ ان طالما فيه درجة اسمها مية من مية يبقى انا لازم اسعى للمية من مية فاحنا خلينا النهاردة نتعرف شوية كده ونحاول نفكركم برضو شوية بفكرة الرسم الفني ايه اللي انا هعمله وايه المطلوب مني طبعا احنا موضوع درسنا النهاردة بيتكلم عن تدريب على تطبيقات لونية باستخدام الوان الجواش طبعا الوان الجواش اللي هي الوان المائية اللي احنا بنستعملها اللي هي البرطمنات او زا كانت انابيب الرسمة طبعا زي ما انت شايفها قدامك على الشاشة هي رسمة بسيطة جدا 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 طيب انا قبل ما ادخل في الرسمة دي عايز افكرك احنا طبعا نقدر نكملها نعمل اك اي رسمة بنفس الكيفية يعني مش بس الاسماك طبعا احنا مهم جدا ان انا اكبر الرسمة بالخطوط المساعدة ويمكن قبل كده انا شرحت كيفية عمل الخطوط المساعدة حاول رهالك تاني برضو عشان تفتكر كيفية عمل خطوط مساعدة اسمها خطوط مساعدة يعني بتساعدك انت يعني انا مش انا اللي حستفيد بها انت اللي حستفيد بها عشان تصبط الرسمة بتاعتك بعد كده بتختار تطبيق لوني مناسب يعني ما ينفعش اعمل الوان يعني فيها عبس او الوان ما تكونش منطقية او الوان تكون يعني صاخبة او الوان مشعة او كده لا خالص وحنشوف برضو دلوقتي احنا ازاي بنختار الالوان طبعا لو تفتكروا احنا قلنا ان الالوان هي تلاتة اساسيين بيطلع منهم بقية الالوان عندي احمر ازرق اصفر اساسي عندي بنافسيجي اغدر اورنج والاسود دول بيطلعوا من التلاتة الاساسيين فيه برضو حاجة اسمها الخلفية مهم جدا ان انا اختار خلفية للموضوع يعني مش ارسم الرسمة ويجايب لك سمكة هترسم السمكة وخلاص لا لازم دايما تختار لون مناسب للخلفية عشان يظهر لك الشكل بتاعك بشكل كويس طيب اختياري للخلفية انا بقول لك اختاري اما لون فاتح يعني مثلا بيج فاتح اغدر فاتح اي درجة فاتحة او درجة بردة يعني ايه درجة بردة يعني درجات الازرق بدرجاته ومشتقاته او درجة محايدة يعني ايه درجة محايدة يعني الرمادي ودرجاته ومشتقاته يعني الرمادي دخلته على الاخدر يبقى درجة محايدة دخلت الرمادي على الازرق بقى درجة محايدة يبقى انا عندي تلات اختيارات يعني إما أختار درجة فتحة أي لون فتح أو درجة بردة اللي زي ما اتفقنا الأزرق بدرجاته ومشتقاته يعني مشتقاته يعني ممكن درجة موف بس مزرقة برضو درجات الرمادي وإيه ومشتقاته طبعا دايرة اللونية عندنا مليانة ده مش دي بس احنا طبعا عندنا الألوان عدد لا نهائي واتكلمنا عنها قبل كده ونقدر ندمج طبعا لونين أساسيين على بعض يطلع لي لون ثانوي زي الأحمر مع الأصفر يدي أورنج الأصفر مع أزرق يدي أخضر الأزرق مع الأحمر يدي بنفسيجي الأحمر مع الأبيض يدي لون زي روس كده فتح الأزرق مع الأبيض يدي لبني الأحمر مع الأورنج مع الأصفر هيدي برضو برطواني مسفر عندك الأحمر مع الأحمر ده طبعا دي بقى دي ألوان بنسميها الألوان الطبعية فده موضوع تاني خالص أنا اللي يهمني شوالي في الأول لأنه هما دولة اللي مسجب الجامع يعني بجمع اللونين على بعض فبيطلع لي الألوان بشكل مباشر وبشكل صريح هنا برضو هو تياريت لو تصور الشاشة عشان تبقى الألوان دي موجودة معك تقدر تطلعها بكل سهولة يعني أنا عندي لون خلص من العلب أقدر يعني أستجمعه من درجات من اللي موجودة في العلب طبعا بعد كده أنت بتختار الألوان بشكل صحيح يعني بشكل صحيح يعني أنا عايزك مش تاخد الألون من الأنبوبة كده وتحطه خلاص أو من البرطمان وتحطه خلاص لا إحنا اتفقنا أن الألوان كتير زي ما أنت شايف أهمه ده لون برتقان نشوف كام درجة منه ده لون أحمر كام درجة منه إحنا إزاي ننقل الدرجة اللي تتناسب مع الشكل وده اللي إحنا إحنا نتضرب عليه إن شاء الله دلوقتي طبعا زي ما قلت قبل كده أن العلاقات اللونية فيها توافق وفيها تناقض وإزاي أخلق علاقة متوافقة أو علاقة متناقضة ممكن من خلال الرسمة البسيطة دي الأصفر يتوافق مع ده اللون الأصفر طب يتوافق مع إيه؟ مع البرتقاني ومع الأغدر شايف؟ جنبه يتوافق معه يتناقض مع إيه؟ يتناقض مع المسلس البعيد عن اللي هو البنفسيجي الأحمر يتوافق مع البرتقاني يتوافق مع الأزرق يتناقض مع الأغدر الأزرق يتوافق مع الأغدر يتوافق مع البنفسيجي ويتناقض مع الأورنج دي قاعدة كده أساسية لازم ناخد بنا منها طيب إحنا خلينا بقى نشوف إحنا هنقدر نعمل إيه النهاردة؟ إحنا النهاردة الهدف من حلقة النهاردة إن إحنا هنعمل رسمة ونشوف برضو كيفية تطبيق الخطوط المساعدة وإزاي أقدر أرسم وأتعامل مع الألوان وأتجرأ واستخدم الألوان بشكل سليم يعني أنا حلقة النهاردة تعتبر درسين درس في التكبير ودرس في كيفية التطبيق اللي إيه اللوني طيب خلينا نختار الرسمة ونشوف هنبدأ إزاي طبعا أنا اخترت رسمة زي ما قلت لحضرتك هي الرسمة الأصلية هي رسمة بسيطة خالص زي ما أنت شايف هي عبارة عن سمكة ومجموعة شعب مرجانية فأنا إزاي هكبر الرسمة دي بقى طبعا تكبير الرسمة زي ما اتفقنا أنا بشوف المقاس بتاعي مقاس الرسمة ده كام أقيس الطول وأقيس العرض طب لو افترضنا أن ما فيش مقاس يعني المقاس مش موجود عندي يعني أنا مفيش إطار أقيس بيه بتعمل حضرتك الإطار بقى أخد أنا إطار حوالين الرسمة ومن خلال الإطار ده ده رئيس بقى ومهم جدا أن الإطار بتاعك يكون مظبوط يعني عايزك تظبط المستطيل بتاعك يكون مظبوط ما يكونش فيه عوجة لأن أي عوجة هتكون موجودة هنا هتكون موجودة هنا زائد أن أي غلطة هتكون موجودة هنا هتبقى موجودة هنا فأنا عشان أزبط الدنيا فبيلزمني أن أنا أعمل إيه؟ أن أنا أزبط الإطار بتاعي بالشكل السليم وطبعا أشوف أقيسه أنا عايز أكبر مرة ونص يبقى حقيس الضلع ده وأضيف عليه نصه يعني افترضنا ده أن ده 10 سنتي هضيف عليه 5 سنتي كمان فكده هيصبح كام؟ 15 ده مثلا 12 سنتي هضيف عليه 6 سنتي كمان بقى 18 يبقى إذن المقاس الجديد بتاعي اللي أنا هشتغل عليه ده بدل ما كان 10 حيبقى 15 وده بدل ما كان 12 حيبقى 18 ده أول حاجة أنا بعمله بعد كده بعمل إيه؟ بعد كده بيتم عمل ما يسمى بالخطوط المساعدة يعني الخطوط المساعدة زي ما أنت شايف كده أنا جيت عملت تصطيرة حوالين الرسمة بتاعتي زي ما أنت شايف وروحت جاي وأخذ القطرين أدي قطر وأدي قطر بعد كده حقسم الرسمة بالطول اتنين وبالعرض اتنين يعني اتقسمت بالطول وتقسمت بالعرض كده الرسمة بقت عبارة عن مجموات مسلسات لا أنا حكطر أكتر كده حوالي 16 مسلس هروح جاي وأخذ الكطر بتاع المستطيل الصغير ده وحاخذ الكطر بتاع المستطيل الصغير التاني طيب وفي النهاية بيتم عملية التكبير طبعا كبرت الرسمة زي ما أنت شايف كده بالألم رصاص طبعا مهم جدا أنك وانت بتكبر الرسمة لازم تختار ألم يكون خفيف دايما بنختار ألم يكون يا دوبك أنت شايفه ليه؟ لأنك أنت لو اخترت ألم تقيل حيعكس معك أو حيضيقك في عملية التلوين فالذلك أنا دايما بقول نعمل إيه؟ أنت بتختار ألم خفيف ترسم بيه وبعد ما بتخلص الرسمة بتاعتك خلاص تمام وتأكدت أن الرسمة مصبوطة وكويسة بتروح عامل إيه؟ بتروح جايب الأستيكة أستيكة الفحم وبتروح ماسح زي ما أنت حتشوف كده في الفيديو ماشي بالأستيكة بمسح في الإيه؟ في الرصاص بتاعي ليه بمسح الرصاص؟ لأن أنا كنت رسم بقلم تقيل شوية عشان يبان في التصوير فحمسح بالرصاص عشان يخفه شوية طب الرصاص ده حيدر معايا في إيه؟ الرصاص ده حيدر معايا أننا مثلا لو افترضنا أننا هعمل لون فاتح ممكن اللون الفاتح يتأثر بالرصاص فبخفه خالص لمجرد أننا أبقى شايفه طيب بجيب البلدتة بتاعتي أنا بحب دايما البلدتات الشفافة ليه؟ لأن البلدتة الشفافة هتطلع لك الدرجة زي ما أنت شايفها بالزبط يعني الدرجة زي ما أنت عايزها هتقدر تطلعها بالزبط وفي ملحوظة برضو عايزة نبه عليها يعني أنا اللي أنا بعمله ده يعتبر مش صح بس أنا عامله عشان التصوير اللي هو أن أنا أحط البلدتة على الرسمة فده طبعا شيء مش مزبوط أنت دايما تخلي البلدتة بعيدة عن الرسمة فأنا دايما ببدأ أنا هعمل الخلفية بتاعتي درجات لون لبني لو زي ما أنتم لاحظين أن السمت الخلفية كده عملتها زي أمواج كده وروحت واخد الأول لون أبيض وحطته في البلدتة دايما ابدأ بالفاتح عشان ما تستهلكش ألوان أكتر خدت الأبيض حطته في بلدتة في عين من العيون البلدتة وخدت الأزرق حطته في العين التانية وعلى فكرة نوعية الألوان اللي أنا هستخدمها دي نوعية عادية جدا 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 يعني مش نوعية غالية أو كده لا بالعكس ده أنا بتعتبر من أرض الأنواع وأنا بتعمل دايما أن أنا أشتغل بالنوعيات الرضيئة علشان الطالب يقدر يتأقلم معه لو جاب علبة اللون وطلعت من جودتها مش عالية فيقدر يتعامل معه أنت حطت دلوقتي لون إيه؟ أبيضة هو وحطت اللون الأزرق زي ما أنت شايف هبتدي أقلب اللون الأبيض كويس جدا شايف اللون الأبيض؟ من غير مية ما بحطش مية دلوقتي خالص أقلب 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 لحد ما تتأكد أن القوام بتاع اللونك بقى متجانس وبقى كله دايب في بعضه أبتدي بعد كده أحط نقطة واحدة مية نقطة أنا أبقى أفضل أنك أنت تشتغل بأطارة عارفين الأطارة؟ نقطة بس كما معاكش أطارة ممكن نقطة بفرشة بس فرشة تانية غير اللي أنت بتقلب بها وبعد أنت خدت سنة من الأزرق وحطتها على الأبيض زي ما أنت شايف كده بيطلع لي درجة لبني فاتح طبعا تتأكد أن الدرجة قوامها متناسب وأنا قلت قبل كده أن القوام المناسب للألوان المائية يكون عامل بالزبط كده زي اللبن الرايب يعني إيه زي اللبن الرايب؟ يعني لو هو خفيف ولا هو تقيل حتى الألوان كمان أنا شخصيا بعرف جودة الألوان من ريحتها لما بتشم ريحتها كده بتحس أن هي حاجة عاملة زي اللبن الرايب أو زي اللبن كده تعرف أن الألوان دي كويس طبعا أنا عملت الدرجة بتاعتي أهو وبجرب أشوف مثلا القوام كويس ولا إيه لأ أحسته تقيل شوية مثلا أحط برضو زود نقطة مية ما بحطش بقى مية أنا بشوف طلبة بتروح حتى كمية مية لأ أنت بتحط نقطة بنقطة وتقلب زي ما أنت شايف أهو نقطة وقلب لحد ما خلاص حسيت أن القوام كويس أبتدي أفرد اللي إيه اللون بتاعي هعمل إيه بقى أنا رقمت الموجات بتاعتي دي خليت مثلا في النص واحد وبعدين فوق اتنين تحت اتنين تلاتة فوق تلاتة تحت تلاتة أربعة فوق أربعة يعني مثلا ده واحد أهو شايف اللي أنا اللي أنا شاورت عليه ده ده رقم واحد ده هيبقى أفتح درجة ومرقمه عشان ما تلغبطش واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة من تحت برضو واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة عشان ييبقى فوق زي تحت بس طبعا مع اختلاف حركة الموجة طيب هعمل إيه بقى قبل ما لون هقولك على لعبة كويسة هتجيب لازق سلو تيب دي برضو حاجة عشان أنا قلتك قبل كده إن نضافة الورقة جزء مهم جدا من الموضوع عشان أقدر أوصل إن الرسمة بتاعتي تكون دقيقة وشكلها كويس واخد درجة درجتي كاملة شايف أنا جبت سلو تيب وبلزقه بس قبل ما بلزقه بلزقه الأول برة على طرابيزة أو على أي حتة خشبة أو كده بحيس إن أنا أموت اللازق بتاعه شوية ليه بقى؟ عشان لما جي بعد كده أخلعه بعد ما خلص ما يقطع ليش الورقة فحلزق من جميع الجوانب زي ما أنت شايف طبعا نبلزقه دلوقتي برة على الطرابيزة وبعد كده أبتدي ألزقه على الورقة كده بقى يبسهل جدا في إيه؟ في إنك تخلعه بعد ما بتخلص إن شاء الله بلزق من جميع الجوانب الأربع جوانب بالشكل ده بقضل طبعا تحت وفوق طب ده لازمته إيه؟ عشان لما تيجي تلون ما فيش حاجة تطلع منك برة حدود الإطار إحنا المفروض عندنا ما فيش حاجة اسمها إن أنا أعمل فريم أو إن أنا أعمل برواز للرسمة ده بالنسبة للرسم الفني لا مش مستحب يعني ممكن في العملي أعتقد ممكن إنما بالنسبة لنا إحنا لا أنا بعمل الرسمة من غير إطار يعني الإطار بتاعي هو الرسمة نفسها فأنا دلوقتي بحافظ على الإطار بتاعي يبقى مظبوط من غير ما إيه ما يطلع أي أي حاجة برة أو كده فزي ما أنتو شايفين كده أنا بلزق لزقت طبعا من جميع الجوانب وبدأت أخذ اللون بتاعي زي ما أنتو شايف حارف لو الفرشة حتى جات على اللازق ما فيش مشكلة يعني جات على اللازق مش حتبوص حاجة لأنك بعد كده كده حتشيل اللازق زي ما أنتو شايف ببتدي أفرد اللون ولو تلاحظ أنا ماسك فرشة كبيرة مش صغيرة يعني ممكن مقاس خمسة أو حاجة وإفرد بقى اللون حاول على قد ما تقدر تخليه بقى مية واحدة يعني إيه مية واحدة يعني كله أكنك داهن ما يبقاش فيه حيتة فتحة وحيتة غمقة أو كده إنما التدريج ده موضوع تاني أنا دلوقتي أنا عايز أعمل مساحة المساحة تعملها إزاي؟ إن أنا بفرد اللون زي ما أنتو شايف كده بالراحة كده هوت لما يبقى عندك حتة دخلة لجوة أو حتة رفيعة أو تفاصيل هاتها بفرشة رفيعة طبعا إحنا المفروض إن أنت بيبقى معاك أكتر من فرشة مش هي فرشة واحدة واحدة ودعم ببقى كل الألوان لأ حتبوص لك إداني إنما إذا ما أنتو شايفة هوت أنا بيبقى معاك أكتر من فرشة وببتدي أفرد اللون كويس جدا عملت أول جزئية طبعا أطلع أكمل اللقصاتها من فوق ما هو ده لي بقي من فوق نبتدي برضو هات من برة وعلى فكرة تقدر تلف الورقة بتاعتك في أي اتجاه يعجبك لو أنت مثلا مش متمكن إن أنت تجيب اللون من الجنب ده لف الورقة ما فيش مشكلة المهم إنك في النهاية تحافظ على الرسمة بتاعتك وعلى النظافة بتاعتك لأنك بيبقى فيه جزء نظافة يعني أنت الرسمة بتاعتك تشطيبها أو المظهر العام بتاعها أو نظافة الرسمة ده عليه درجة فإحنا برضو إحنا بيبقى عايزين ناخد كل الدرجة يعني مش عايزين نضيع درجة فردت اللون اللبن بتاعي بالشكل ده تأكد إنه هو اتفرد خدوا بالكوا طبعا إنه بيبقى اللون في التصوير بيطلع فيه بقع بيطلع فيه كده إنما بمجرد ما بينشف بتلاقيه موضوع تاني خالص ما بيباش فيه بقع ولا أي حاجة طيب أنا المفروض إنه أنا أعمل إيه بعد كده يعني أنا عملت درجة هوا ودي الدرجة الفتح أعمل إيه وإيه فايدة الترقيم ده الترقيم ده بقى حيسهل لي فكرة إن أنا ده رقم واحد رقم اتنين يبقى أغمق سنة يعني الدرجة رقم اتنين اللي فوق ورقم اتنين اللي تحت حيبقوا نفس الدرجة هعمل فيهم إيه هاخد نفس اللون اللي أنا عملته ده اللي هو اللبن ده وأروح مزود عليه سنة أزرق كمان هيحصل إيه اللون هيغمق سنة وأنا مش عايز الغمقان يبقى يعني ملاحظ قوي يعني بمعنى صح أنا عايزك تب فيه عندك مساحة إنك تقدر تطلع درجة واثنين وثلاثة وعشرة مش مش إن أنا مثلا أجي أعمل هنا درجة تطلع غمقه معرفش درج الباقي لا خلي النقلات بسيطة زي ما أنت شايف كده أهو بغمق سنة بسيطة وتعمل إيه بقى بعد ما بتغمق تروح مجرب جنبها تشوف هل اللون كده مناسب لو حسيته إنه قريب قوي منه لا أغمق سنة كمان حسيته إنه مناسب أخلاص أفرش اللون عادي زي ما أنت شايف برضو لما حطت الازرق ما حطتش لسه مية أنا بقلب الأول زي ما أنتوا شايفين كده بقلب لإيه الألوان زي ما تكون بتعمل تركيبة كيميائية كده لازم تقلب كويس جدا عشان يحصل التفاعل ما بين مكونات الدهان أو الألوان بشكل كويس عملت الدرجة بتاعت التانية خد بالك بقى دي بمسح الفرشة دايما وأنا بقى بشتغل وياريت كمان يبقى معاك منديل أو حاجة وتمسح الجزء اللي هو الجلبة بتاعت الفرشة لأنها طبعا برضو ممكن تعوص لك إيديك وإيديك ممكن تعوص الرسمة فتبقى مشكلة دايما خلي معاك حتة قماشة أو فوتة صغيرة أو منديل أي حاجة تقدر تنظف به فرشتك تنظف به إيدك كل ما ما بتشتغل طلعت الدرجة هيت حبتدي بقى إيه أجربها مش هقول حد هي الألوان بقى لا أجرب الأول أشوفها مناسبة ولا إيه طبعا شايف بقى هتتحط فيهن الدرجة التانية ببدأ كده بالراحة من عند الحدود ودايما نبدأ من عند الحدود ليه عشان لما هتبدأ من عند الحدود هتشوف الدرجتين جنب بعض هل ملاحظهم؟ آه ملاحظهم يبقى خلاص تمام حسيت إنها عايزة تغمأسن أغمأسن فأنا شايف إن هي معقولة هيت بالراحة دايما بقى أنت بترسم مش عايزك تستعجل يعني دايما تقني في الألوان لأن الغلطة في الألوان المائية صعبة تصحح يعني ممكن إحنا لما بنغلط بالألم الرصاص نقدر نصلح عارف في الألوان الزيتية سهلا أنها تتصلح إنما في الألوان المائية بتبقى صعبة شوية وحتى لو جيت تصلحها ممكن تعمل معاك بقعة فتبقى شكلها مش لطيف فإحنا خلينا نعمل الصح عشان ميبقاش في أي نحط نفسنا في أي مشكلة زي ما أنت شايف بحدد حوالين لإيه السمكة بالراحة خالص زي ما أنت شايف كده طبعا الألوان بتحاولت إيه تخليها كلها متجنسة مع بعضها عايز تعرف أنت بتلون صح ولا غلط لو لقيت الألوان بتخفي اللي تحتيها يعني بتخفي الورقة ولو فيه رصاص بتخفيه يبقى أنت كده بتلون صح زي ما أنت شايف طبعا تلاعي أن فكرة أن اللون لما بينشف بيغمق درجة يعني اللون ده لما هينشف هيبقى أغمق سنة ده لما هينشف يغمق سنة فأنت برضو في اختياراتك للألوان لازم تراعي دي يعني ما جيش مثلا عمل لون غامق واجي لما ينشف يغمق أكتر إبقى أنا كده ممكن تلعطي درجة بعيدة عن اللي أنا عايزها فأنا بحاول أن أنا أراعي الجزئية دي عشان خاطر أوصل للدرجة المستحبة بالنسبة لي طيب لفت الورقة عشان أنا مش مالك أجيبي الجزء اللي تحت ده أسهل إن أنا ألفل إيه الورقة بتاعتي مفيش مشكلة دايما وإنت بتشتغل في ألوان مائية حتى وإنت بتشتغل بالتزليل أنا بفضل أنك إنت تبقى ساند على حاجة يعني مثلا شاسي خشب أو حتة خشب أو حتة كارتون فليه بقى عشان برضو ما تضمنش الدسك اللي إنت بتشتغل عليه ده يكون في حتة معبوجة أو كده تبوز لك الرسمة أو كده فبنيجي كده زي ما أنت شايف قربت أخلص الجزئية اللي تحت المفروض إن بعد كده هعمل إيه ها المفروض إن أنا هخش على الجزئية اللي فوق ما إحنا اتفقنا بقى واحدة تحت واحدة فوق زي ما أنت شايف هوت هاقل تثبت حدودك لو في أي جزئية محتاجة تتعدل محتاجة تتعد عليها والألوان طرية ما فيش مشكلة إنما بعد الألوان لما بتنشف ما ينفعش إن أنا أعيد على الألوان هتعيد عليها هتعمل لك بقى يعني هنا في أجزاء كده فيها دواير فضية فأنا مفروض برضو باخد بالي هنا كمان برضو زي ما أنت شايفين أي حتة حسيت إن هي بهتانة شوية أو يعني فيلاتورة كده أو شفافة شوية كده بعمل إيه بعيد علي أنا عايز الألوان أكنها دهان شوف كده أكنك بتدهن حطة زي ما يكون بدهن لأن ده ما فيهوش تدريج ولا حاجة ده أنا ده أنا بعمل يعني أو ما فيهوش تسيح بمعنى صح أنا بعمل اللون درجة واحدة ده درجة واحدة ده درجة واحدة إنما بقى تعدد الدرجات بتيجي من تعدد التأسيمة اللي أنا عاملها أعتقد كده الجزئية دي كده تمام خد بالك إن اللون لما بيغمق بيحتاج يتفرش أدق يعني ممكن اللون هو فاتح ما يبانش عيوبه إنما اللون وهو غامق يبان عيوبه أكتر يعني اللبني ممكن يبقى مش مش مبين قوي إن فيه دفوهات في التلوين إنما لو كل ما حتغمق كل ما تبني الدفوهات أكتر فلازم تبقى كل ما الدرجات الغمقى لازم تتعامل معها بدقة أكتر كمان طيب كده إحنا عملنا الدرجة التانية المفروض بعد كده هخش على الدرجة التانية بقى من فوق الحتة دي أهي أدي واحدة زي ما أنت شايف طبعا أنت شايف الألوان مبقع ده عشان هي طريق وهي النوعية الألوان دي بتاخد وقت شوية في الجفاف زي ما أنت شايف وصادها طبعا من الناحية التانية أهو الحتة دي أطلع بقى هنا عوض وصادها هيت بالراحة على مهلك خالص دايما عند أي حدود لازم يبقى فيه دقة إنما وإنت بتدهم بقى المساحة اللي جوه ما فيش مشكلة يعني ما تقلقنيش إنما الحتة اللي بتخوف شوية دايما اللي هي الأطراف بتاعة اللي إيه الرسم طيب نشوف هنعمل إيه بعد كده كده أنا خلصت لإيه اللون التاني هروح واخد اللون التاني ده هوا أروح مغمقه سن هحط إيه درجة أزرق كمان عليه وأروح مغمقه طيب أوكي حطيت الدرجة وغمقته زي ما أنت شايفه وبدأ فيه درجة فيه فرق كبير أهو أبتدي أفرد الدرجة رقم 3 هفردها فيه واحدة فوق وواحدة تحت زي ما أنت شايف كده بالراحة ملف الكراسة برضو براحتي خالص مفيش مشكلة أي حتة تدخل على الرسمة الأولانية أو المساحة الأولانية أزبط تمام؟ أي حاجة محتاجة أتعاد عليها بعيد عليها كده عملنا الدرجة رقم 3 من فوق هعمل برضو رقم 3 من تحت ده يرسي طبعا الكراسة عشان تبقى قريبة من إيدي وأبتدي أعمل إيه؟ أدخل على الدرجة الثالثة زي ما أنت شايفين كده دي دواير كده اللي هي فققية الهوى كده فردت اللونة هوت شوف أنا الألوان بتطلع مني بره إزاي؟ ما فيش مشكلة ما هيطلع على إيه؟ على اللازق اللي أنا لازقته في الأول أي حاجة محتاجة يتعاد عليها هنعيد عليها عشان تبقى الألوان كلها تبقى بيور كده بعد كده أنت خلصت هوت الدرجة الثالثة هغمق برضو برضو هزود إيه؟ ويا ريت يكون من نفس اللون يعني ما روحش يجيب درجة أزرق تانية أغمق بيها لا نفس اللون اللي أنا بدأت به عشان يدي هارموني كده أو يدي توافق لوني كده يبقى شكله إيه؟ كويس ويبقى زريف خاصة إن الخلفيات إحنا ما نحبش فيها اللعبة كتير يعني خلفية دورها إنها تظهر الشكل مش مش عشان مش إن هي هي الموضوع لا هي بتظهر الموضوع فما ينفعش إنها تطغى على الموضوع أو إنها تشوشر عليه زي ما أنتو شايفين أعلى مهلك جدا عملنا طبعا الدرجة لإيه؟ التالتة أقل الرابعة من فوق ومن تحت بعد كده بخش على الدرجة الخمسة والأخيرة برضو من فوق ومن تحت عشان يطلع في النهاية فيه تمويجة كده شكلها جميل وتبقى منطقية جدا مع موضوع فيه بحار وفيه أسماك زي ما أنت شايف طبعا اللون هنا غيمق بقى جامد هنا ما يهمنيش بقى وخد بالك إن اللون على الطبيعة بيبقى غير التصوير بالراحة خالص على مهلك طبعا أنا بحاول إن أنا ملونش لإيه؟ الدوائر على أساس إن دي هتبقى فيها حاجات فتحة وكده فما إيه؟ بحب إن أنا سيبها على قد ما أقدر إنها هتبقى يعني أبيض عشان نعرف نلون فيه زي ما أنت شايف هوت كده إحنا عملنا اتدرج اللون بتاع الخلفية بالشكل اللي أنت شايفه ده طبعا التأسيمة اللي أنا عملها دي ممكن أغير ممكن تبقى تأسيمة تانية يعني ممكن بدل ما عملت تأسيمة زي كده أنا ممكن أعمل حاجة هندسية مثلا ممكن الأمواج دي تبقى حاجة شكل تاني خالص فدي بترجع لك إنت بقى وعلى إيه؟ على حسب يعني إنت شايفها إيه؟ وعلى حسب الرسمة اللي أنت بترسمها فأنا شايف أن حركة الأمواج كده مع حركة السمكة مع الشعب المرجنية يعني أنا شايفها متناسبة معها كده إحنا خلصنا الخلفية المفروض أن نعمل إيه بعد كده؟ أختار بقى تطبيق لوني مناسب للإيه؟ للموضوع طبعا يعني لو حابب تشيل اللازق ممكن تشيله بس يعني أنا أفضل تسيب الرسمة لما تنشف كويس قوي لأنك ممكن وإنت بتشيله زي ما أنت شايف كده طلع في حتة هاي؟ طريقه فتستنى عليها أحسن يعني استنى لما تنشف يكون أفضل بعد ما بتنشف الرسمة بتخلع اللازق بتاعك عادي جدا هاشوف بقى أخلع اللازق ما فيش أي مشكلة شايف الحدود بتاعة الرسمة عاملة إزاي؟ زي ما أنت شايف كده خلعت اللازق بتاعتك نبتدي بقى نشوف هنختار تطبيق لوني إيه مناسب لسمكة زي كده أنا أنا عن نفسي بحب قوي إن أنا أختار مجموعة لونية مثلا لون سخن أصفر مع برطقانيات مثلا واروح مطاعم معاه يا إما بأسود يا إما بلون مثلا بنفسجي أو موف مثلا تعال نشوف أنا مثلا عندي هواة لون إيه؟ أصفر وبعمل لون أورنج شوف أنا اللي بخلطه أنا عندي أورنج في العلبة لا بس أنا حابب إن الأورنج اللي أنا بعمله يكون واخد من نفس لون الإيه؟ الأصفر نفسه في كده أنت بتقرب الإيه؟ الألوان من بعضها طبعا أنا هعمل أجزاء هتكون لونها أصفر في أورنج وفي أجزاء هيبقى فيها تدرجات باللون الأورنج زي مثلا الزعانف أو الديل وجسم السمكة نفسه هيبقى من فوق مثلا أصفر ومن تحت أورنج الرأس برضو من فوق أصفر ومن تحت أورنج والأجزاء اللي هي زي ما أنت شايفينها دي كده زي حزام ده كده ده هيبقى بالإسود هل لنا نشوف؟ وهل الألوان دي هتبقى متنصقة مع الرسمة ولا لأ؟ هتيجي حد يقول لي طب هو السمك هيبقى لونه أصفر؟ السمك فيه كل الألوان اللي في الدنيا زي الطيور بالزبط الطيور فيها كل الألوان اللي في الدنيا السمك فيه كل الألوان اللي في الدنيا فإحنا هنعمل أصفر وأصفر واضح هوت وصريح زي ما أنت شايف أروح عامل إيه بقى؟ أنا أخبرتك عايزة أعمل تدريج وهنا في الرسمة دي احنا بنجمع ما بين التدريج في الخلفية والتدريج في العنصر نفسه والتسيح فخلينا نشوف عملنا الأصفر من فوق أهوت بعد كده يعني بدي حاجات خفيفة كده من تحت لأن أنا بقى تحت حبتدي أدخل معا إيه؟ الأورنج وعايزك دايماً وإنت بتسيح الألوان في بعضها أنت يبقى معاك ثلاث فرش فرشة للأصفر فرشة للأورنج ويا سلام له فرشة كمان عشان تسيح الاتنين في بعض وطبعاً لما تيجي تسيح والألوان لسه طريق إنما اللون لو نشوف تيجي عشان تسيح ما تعرفش فخليك دايماً حط اللون وبسرعة حط اللون التاني وبسرعة سيحهم في بعض عشان يدي لك التدريج اللي أنت عايزه بعد كده شوف بقى بجيب فرشة تانية أنا جايب فرشة دي مبططة كده وواخدها يعني زي مشطوفة كده هي بتبقى فرش دي الخط العربي بس أنا بحبها في الحاجات اللي زي كده بقى بل الفرشة باللون شوف بقى معايا كان فرشة كده تلاتة هم واحدة أصفر واحدة أورنج وواحدة للتسيح شوف الأورنج يدوبك حاجة خفيفة ممكن أطعم أكتر ممكن أتقل أكتر شايف شوف هنا الأورنج يدوبك أكتر إزاي بالراحة خالص في التعامل مع فكرة التدرج اللوني لازم بأيديك حساسة يعني يا دوبك تايه اللون يا دوبك يبسينا صغير عشان ما يغمقش منك بس أنا سهل إن أنا أغمق إنما اللون لو غمق مني مش حعرف أفتحه خد بالك الأصفر كمان لو عايز أفتح من فوق ممكن أفتح بأبيض عادي جدا بس طبعا لما تختار الأبيض حاول تطعامه بحاجة ما تخلوهش أبيض إيه الساعدة كده عشان اللازمة بتاعتك ما تجيرش يعني أنا عايز أخلي ده أبيض يعني أصفر ببيض يبقى تاخد الأبيض تحط عليه سنة أصفر وتحطه فوق برضو ممكن أطعام كده بعض الحتة كده باللون الأورنج عشان أدي تكسيم شوية في السمكة زي ما تشايفين كده حوالين العين برضو ممكن أغمق سنة دي حاجات بقى بترجع إنت لإيه لرؤيتك يعني إنت شايف إيه يعني حاجات دي ممكن ما تباش موجودة في الرسمة وإنت تحطها من عندك واخد بالك إن إحنا عايزين برضو مرة نتدرب إن شاء الله في حلقة كده يعني من حلقات اللي جاية إن شاء الله يعني لو الرسمة دي أوت لايم بس يعني خط خارجي بس إزاي أنا عايز أضفلها حاجة عايز أشيل منها حاجة عايز يعني عايز أغير في معالم شوية الرسمة بحس إن في النهاية بشكلها أجمل أعمل إيه زي ما أنت شايف بقى ببتدي أدرج لإيه لون أورنج تاني مش للسمكة بقى مش لجسم السمكة نفسها أنت شايف عندك فيه يعني كمان زعانف وفيه حاجات فيها تدرجات أو زي ما أنت شايف برضو أنا هشتغل بنفس المنطق اللي أنا اشتغلت بيه الخلفية اللي هو إيه اللي هو أنا ممكن مثلا أجي مثلا من جوة يعني مثلا أجي على شايف الزعانفة دي أجي كده في النص مثلا وأعمل درجة غمقة من الأورنج مثلا أبتدي على الدرجة اللي بعديها من فوق ومن تحت وفتح هنا برضو نفس الكلام هنا برضو نفس الكلام هنا نفس الكلام أهو شوف مثلا دي درجة إيه غمقة طيب وبعدين بعد ما أعمل الدرجة الغمقة دي بص بقى مش هحطها هنا بس لا ده أنا هحط الدرجة دي هنا وأحط واحدة منها هنا واحدة منها هنا هنا بحيث أن أنا أعمل توازن في الايه في الرسم هتبص لها في النهاية بقى اللوم متوزع معاك بشكل جميل جدا مثلا جينا هنا فوق أهوت في الزعنفة اللي فوق برضو الزعنفة في الجنب عندي اتنين واحدة هنا واحدة هنا برضو نعملهم بنفس الايه الطريقة وبرضو تحت ممكن بقى في الحتة اللي فوق دي عشان هي مش ما فيهاش عدد درجات كتيرة ممكن أعمل الاولانية غمقة وبعد كده أخلي التدريج رايح على فاتح يعني دي غمقة أفتح 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 بالشكل ده بعد كده حبتدي أعمل ايه أفتح الأورنج الأورنج ممكن يتفتح بطريقتين يتفتح بالأصفر يتفتح بالأبيض هنا أنا بفتحه بالأبيض هنا هيبقى أسهلك شوي إنك تفتحه بالأبيض هيكون أسهل إنك تفتحه بالأصفر برضو ما نبعدش الدرجة يعني نحاول نخلي ايه الدرجة عشان نحن لسه عندنا كذا درجة أنا عايزين نطلعهم فنحاول نخلي الدرجات تبقى برضو ايه يعني مفيش نقلة كبيرة ما بينهم زي ما أنت شايف كده بدأت بحتة صغيرة كده عشان أجربها أشوف الدنيا ايه حاست إن عايزة تفتح سنة زود سنة أبيض مفيش مشكلة برضو بقى هنا همشي بقى واحدة أفتح واحدة أفتح واحدة أفتح واحدة أفتح هنا برضو نفس الكلام وبرضو هنا نفس الكلام زي ما أنت شايفه برضو هنزل تحت عامل أفتح طبعا يعني الطلبة كتير بتسأل نتقول لي أنهي أفضل هل التسيح أفضل ولا التدرج أو التدريج طبعا التدريج بيبقى فيه مجهود أكتر فبيطلع شكله أجمل إنما ده ما يمنعش أن أنا ممكن أستخدم ده أو ممكن أستخدم ده يعني ممكن رسمة تبقى مش محتاجة أنها تتدرج أو فيه جزئية مثلا مش محتاجة أنها تتدرج محتاجة تتسيح فأنا بحب برضو أن أنت يبقى عندك المهارتين دولت مهارة أن أنت تسيح الرسمة ومهارة أن أنت تدرج الرسمة ده سهل وده سهل طبعا زي ما أنت شايف بدأنا نخش على درجة كمان فوق وتحت شوف التدريج بيطلع شكله عامل إزاي وكمان أنا بحب كمان فكرة تحديد الرسمة يعني إننا هنعمل أوتلاين كده خارجي سواء بقى بلون الرسمة بس لون أغمق شوية أو بلون أسود أحيانا في بعض الرسمات بيبقى شكله لطيف جدا وبيزهر لك الرسمة بشكل جميل يعني عشان ما نضيعش وقت كتير زي ما أنتوا شايفين أهوات التدريج ماشي على كل الإيه الزعانف أو كل الأجزاء اللي فيها تدرج لوني بالشكل اللي أنت شايفه ده كده الرسمة كلها اتدرجت بص بقى أنا هعمل إيه الرسمة كده تحس نبهتة مش باينة يعني التفاصيل بتاعتها مش قد كده برضو مش عجباني طب إزاي أنقل الرسمة دي أخليها تبقى أوضح من كده بص بقى أنا هعمل إيه هروح جايب لون أسود طبعا هو لون أسود فيه كتير بيخافوا منه لا أنا مش عايزك تخاف هو لون زي أي لون مفيش مشكلة بسمى حاجة لما تستخدمه بحذر شديد وتحاول على قد ما تقدر تكون دقيق لأن الغلطة فيه بتعمل كارسة فإحنا هنجيب الألوان اللون الأسود زي ما أنت شايفة هوت وهبتدي مثلا أعمل إيه العينين بتاعت السمكة بالراحة كده وما يمنعش برضه أنه ممكن أدرك في الأسود سنة يعني ممكن من تحت أسود أطلع من فوق برمادي رمادي غامق شوية مثلا ها يدي شكل كويس زي ما أنت شايف كده بالراحة على مهلك خالص والحدود تتزبط تحاول على قد ما تقدر ما تخليش يكون فيه يعني أي شلفطة أو أي حتى طلع من الرسمة أو كده هنا لو تلاحظ طعامت برمادي يعني غامق جدا بس لمجرد بس كشكل من التطعيمة وبرده نفس الكلامة برمادي ويتبقى سوى تطلع برمادي زي ما أنت شايفة هوت هتبتدي الرسمة توضح يعني سنة بسنة كده كل إضافة أنت بتحطها هتلاقي السمكة بتاعتك بتزهر شو بقى اللي أنا بعمله بقى دلوقتي هبتدي أعمل تحديد لإيه؟ لكل الرسم يعني حتى الحاجات اللي فاتها درجات دي حددها طبعا أنت ممكن تحددها بلون غامق مثلا بني أو كده أو ممكن بلون اسود بس طبعا زي ما بقولك الاسود حاول دايما تكون دقيق في استخدامه زي ما أنت شايفه هو بالراحة طبعا نعمل من برة تخين شوية يعني نعمل حسابي أن الأجزاء دي تبقى إيه؟ تبقى اسود هتباين الشكل بشكله إيه؟ أحسن زي ما أنت شايفه هوت بالراحة خالص طبعا لما بتيجي تحدد بقى بفرشة رفيعة أو زي ما أنا قلنا قبل كده إن ممكن نستخدم حاجة اسمها ألم الجدول اللي أنا وردت لكم في حلقة قبل كده ده ممكن بتستخدمه في عملية التحديد بيبقى برضو إيه؟ حاجة لطيفة برضو طبعا زي ما أنت شايفه هوت الرسمة بتظهر خدنا الرسمة وبنعمل الأجزاء اللي هي السودة الأسود دايما اللي ما بيدخل مع الأصفر والأورنج بيعمل حالة جميلة جدا يعني دايما في شغل الزخرفة بتحس كده أن الأصفر مع الأسود بيدو حالة يعني جميلة جدا وبتنفع قوي في الموضوعات اللي هي لها علاقة بالبحار وكده وبرضو في الطيور زي ما أنت شايفه هوت كله بيتحدد على مهلي خالص حد ما بوصل إن أنا طب الجزئية دي وجزئية دي بس شايف الأسود أضاف حاج طبعا وسايد الألوان يعني بس مش شرط برضو إن الكلام ده كله بأسود يعني ممكن مثلا عايز عامله آآ مثلا لون أورنج غامق جدا عايز عامله بني ما فيش مشكلة برضو حيب حالو برضو حيب جميل تفاصيل بقى الصغيرة دي بنبتدي كده ايه واحدة واحدة كده يعني بتبني الأول الرسمة بتاعتك وبعد كده كل تفاصيل أنت بتحطها يعني حس بقى أنها بتعليلك الرسمة وبتخلي الرسمة تروح في حتة تانية خالص عايز كل الطلبة يا ريت يعني أي حد بيشوفني دلوقتي يحاول يجرب صور من 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 القناة قدامك الشاشة صور الحاجات دي وخلاتها معك على الموبايل واقعد بقى تجرب كده مع نفسك فيه ناس ما بتحبش التحديد أو بتخاف منه أنا أنا شخصيا بحبه وبحس إنه هو فعلا بيضيف حاجة للرسم بس طبعا مش فيه رسومات ما بتبقاش محتاجة إذا ما أنت شايف كده يعني الرسمة قربت تكتمل كسمكة هيبقى فاضل بس لإيه الشعب المرجنيي اللي تحت كده إحنا خلصنا الرسمة هي السمكة الشعب المرجنيي بقى زي ما أنت شايف كده بعمل إيه بدخل لون أخضر وبعدين أغمق من تحت ويطلع بفوق من فاتح وبعدين إنت لو أنت بملاحظ إن الشعب دي واحدة ورا واحدة في حتة مدرية كده فتعمل إيه حاول باتنوع علي بقى في الدرجات حسسني إن واحدة فتحة واحدة غمقة بالشكل ده هتبص تلاقيها الرسمة بتاعتك بقت شكلها جميل جدا طبعا الحاجات دي تدخل فيها مثلا رمادي مع أسود خفيف كده هتلاقيها برضو شكلها بقى أظريف جدا نحوريك الرسمة بعد ما تخلص هتلاقيها بقت حاجة جميلة جدا طبعا إنت الأخضر أنت عندك أخضر في العلب بس تقدر تتحكم فيه بقى يعني أقدر أضيف عليه أصفر أحوله يبب أخضر فاتح ممكن أضيف عليه أبيض يبب برضو أخضر فاتح ممكن أضيف عليه أزرق أغمقه ممكن أضيف عليه أسود برضو أغمقه فأنت تقدر تطلع يعني عدد كتير جدا من الدرجات من اللون اللغتر طبعا نبدي مساحة الأول بعد كده بالفرشة كده بدي التطشاط بتاعتي اللي هي هتخليلي الشعب في النهاية فيه واحدة بين النهاية قدام وواحدة وورا وكده وبعد كده برضو بيتم عملية الايه التحديد عشان في النهاية تلاقي الرسمة بتاعتك تبقى يعني مظبوطة وكويسة طبعا زي ما أنت شايف كده هو طبعا يعني وقت الفيديو خلص بس أنا عايز أرجع لك تاني الرسمة بتاعتك عشان تشوفها وتتخيلها كده إن الرسمة دي اللي اتعملت قدامك دلوقتي فزي ما أنت شايف كده الألوان متناسقة مع بعضها شايف الشعب المرجانية بشكل عامل ازاي شايف الحاجات البسيطة اللي أنا حطتها كده دي اللمسات دي بيينتلك برضو أكن فيه حركة في الايه في الشعب المرجانية شايف الفقاقية اللي أنت شايف فدي برضو حاجات بسيطة خالصة هي بس برضو إدتلك إحساس إن انت فعلا ده قاع البحر أو كده طبعا زي ما أنت شايف في النهاية الرسمة يعني أعتقد إن هي يعني معقولة جدا رغم إن هي رسمة بسيطة يعني مش صعبة بس هي الفكرة بس إن اخترت الرسمة دي عشان فيها فكرة إن أنا حعمل خلفية فكرة إن فيه شعب مرجانية متدخلة مع بعضها فكرة التدرج اللوني اللي أنت شايفه ده وفكرة التسييح البسيط اللي احنا عملنا ده فده كل ده حاجات بتدي إضافة للموضوع فطبعا أنا يعني الهدف من الموضوع بتاع النهاردة إن احنا يعني ده تدريب مش أكتر للطالب عشان الطالب يقدر يتقن مادة الرسم الفني اللي فيه كتير جدا ممكن يكونوا بيخافوا منها أو بيبقوا يعني عندهم رهبة شوية من فكرة إن أنا ما بعرفش أرسم أو أنا مستوية في الرسم مش قوي وأنا نفسي أكمل طب إنت عايز تكمل أوكي أنا حخليك تكمل بس بشارط إنك تتدرب لي في الرسم كويس كل حاجة إنت خدتها حاول تتدرب وإحنا فيه ممكن فيه مية طريقة للتواصل يعني اللي عايز يتواصل معنا سهل جدا من خلال طبعا إنت عارفين البرنامج بيترفع على القناة يعني القناة الخاصة بالقناة التعليمية بتاعتنا حضراتكم ممكن تخشوا وتبعتونا وإحنا بنقرأ رسائل وبنشوف أي حاجة احنا نقدر نرد عليكم يارب تكونوا استفدتوا حاجة النهاردة طبعا هو وقت الحلقة خلص بكل أسف في نهاية الحلقة طبعا أنا بشكركم جدا على حسن المتابعة وبتمنى لكم كل التوفيق وخليني قبل ما أقفل معاكم عايزين نشكر فعلا فريق الإعداد على المجهود الكبير اللي بيعملوه وعلى قطاع التعليم الفني اللي هم حرصين جدا جدا على ولادنا الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته